ماش مهندس 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 المدليات والتطور وعدادها ودوعياتها الدهب والفضة والبرونز بتعكس مدى تحضر الدول وشعوب إذن الربط بين الانتصارات الرياضية وما تحققه المسألة جماعة مهمة جدا جدا على المنظور الشعب اللي بيسعد الشعب وعلى المنظور المؤسسي والرسمي اللي تنظر إليه الدولة إنها مش بتحرط في المية لا دي بتقدم لشبابها كل الفرص اللي تخليها تعاقل مثل هذه الانتصارات وتحس إنها في مرضود الكلمة دي حربطها بحاجة في الآخر النقطة التانية قالوا يعني إحنا بسنين أكتر من كده ليه لإن إحنا عددنا كبير عددنا السكان كبير ففرصة إن يخرج من عندنا أبطال مفروض تكون كبيرة ترتبط بهذا العدد الضخم جدا من السكان وده معناها رسالة إلى القائمين على أمر الرياضة انشروا الرياضة وخلوها في متناول كل مواطن وبعدين ابتدوا بمرحلة الانتقاء وقتع البطولة وده رسالة أكتر على التركيز على المواهب والانتقاء السليم وإتاحة الفرصة والتهيئة السليمة حد شلو حجة بقى دلوقتي دي كلمة مهمة تانية الثالثة إنه بيقول ورغم إن حقنا كل هذه الانتصارات أنا عايز أشوف أدائكم السلوكي وأنكم ما معناها سفراء لهذه الدولة نفخر بتصرفاتكم محدش تصرف بطريقة قد تحرج بلدكم عايزين تصرفاتنا على قدر المسئولية وأعتقد إن رأس الدولة حيب أسعيد جدا لو حطينا مقياس زي محمد رشوان قدام عينينا أكذا يكون رسالة من لاعب واحد تعمل عمق حضاري وصداقة مع الشعب بأكمله زي الشعب الياباني صحيح وهنا تصبح الرياضة ورسالتها قد تحقق آه إحنا عايزين نكسب وعايزين نفرح بس عايزين سلوك متزامل لا يقل أهمية عن تحقيق الميدالية أحيانا هنا فوقها يعني خاسرة رشوان الميدالية الذهبية والكاسبة احترام العالم وما زلنا نحصد قيمة ما فعله هذا اللعب الخلوق والقدوة وما قدمه للعالم إن المصرين هكذا يترفع وتنفسه بشرف آه وطبعا هو ده بيقول إنه إنه متابع للأحداث اللي بتحصل حوالينا والمشاكل اللي بتحصل حوالينا ورسالة إلى كل الاتعادات أنتم مسؤولين تقدموا لنا شباب يحسن تمثيل بلدهم سلوكيا طبعا وفنية ما حدش له حجة فيما هو قادم لكن أنا عايز أقول إنه برغم كل ما حققنا إحنا عايزين نمص بالصمرار إن الجزائر والمغرب وتونس بتركيز أكتر استطاعوا يحققوا مداليات دهب أولمبية أولمبية لا حتى في السباح اللي هي صعبة جدا تونس من خلال 2 لعبة عمل أبهار نحن نستطيع نقدم هذا وأكثر بس نركز ونشتغل وأي لاعب واعد لازم مصر تحتفظ به داخل بلده وتقدم له ما هو لائق هو لو شرط بعد كده يبقى إحنا ما حدش أثر معاه يبقى دي طبيعته وأحسن إنه أن يخرج براك بس تكون أعمل له كل أسباب النجاح داخليا وبعد كده نتمنى أن نرى هذه المعاني تترجم في الضرر الأمبية القادمة ومواقاتي من تحديات أنا شايف أنه واحدة من أهم اللقاءات مع أي بحثة رياضية لأن الرسائل بتعكس رؤية بعمق ومتابعة دقيقة لما يحدث على الصحة الرياضية الحقيقة لقاء السيد الرئيس بالبعثة كان مهم في توقيته لأنه ما بين أنت بتكرم بعثة رجع من الألعاب الأفريقية واخد 192 ميدالية منهم 102 ميدالية دهبية 47 فضية و43 برونزية وأيضاً بتحفز وتجاهز بعثم سفر للدورة الأولمبية في تحدي أصعب وأقوى على الصعيد الأولمبي في باريس فكان توقيت اللقاء والمقابلة بين التكريم والتحفيز دي مسألة كانت مهمة جداً عشان كده كلمة السيد الرئيس زي محاوة التهنئة والإشادة والتأكيد كمان على شكر الأسر لأن وراء كل هؤلاء الأبطال أسرة بطلة فوجه التحية للأسر التي رعت هؤلاء الرياضيين وعملت على تقديم كل الدعم والمساعدة أنا أعزف طبعاً أن أنا مركزش على دي دي مهمة جداً لقدمت الأسر كل هذا الدعم لهؤلاء الأبطال علشان يصلوا إلى منصات التتويج التأكيد على السلوك الرياضي السليم رسالة مهمة جداً مهند سعدلي أشار دلوقتي إلى واقعة محمد رشوان محمد رشوان بصوا إحنا بنتكلم بعد كل هذه السنوات الطويلة على السلوك الرياضي 30 سنة السلوك الرياضي اللي أقدمه بشكل محترم 50 سنة 30 30 40 السلوك الرياضي المحترم اللي أقدمه رشوان للعالم كله من خلال أنه بيواجه لعب ياباني اللعب الياباني رجله مصابة في مباراة للجهود وما رضيش يلعب على الإصابة ولعبوا على رجل السليمة اليابانيين لغاية النهاردة لغاية بعد بكرة على فكرة بعد بكرة الأربع السفير الياباني في القاهرة بيستقبل في منزله البعثة المصرية للجودو اللي مسافرك دورة الألعاب الأولمبية في داريس هو عنده السفير عنده علاقة بالجودو وعنده اهتمام بالاتحاد المصري للجودو فمستقبل ودي لعبة مين؟ اليابانيين لعبة مين؟ رشواء طبعا ما هو رشوان ضيف شرف دائم كل الأحداث اللي اليابانيين بينظموها في القاهرة لازم يكون رضوان محمد رشوان ضيف الشرف فيها فبيدعى هذا البطل الأولمبي المحترم جدا في سلوكه الرياضي اللي الحقيقة ما زال مضرب الأمثال حتى الآن يعشقه اليابانيون بصدق وبيقدروه كتير جدا بسبب سلوكه الرياضي الأولمبي المحترم عشان كده اعتقد تأكيد السيد الرئيس لللاعبين على ضرورة تقديم مصر بالصورة الحضرية التي تليق بيها دي مسألة في منتهى الأهمية ويمكن ده يترجم الحقيقة غطبة الإعلام الرياضي اليومين اللي فاتوا بسبب اختيار لعبة من الدراجات للسفر ضمن البعثة الأولمبية موقوفة بسبب سلوك مع لعبة لها واللجنة الأولمبية تدخلت بعد التدخل الإعلامي المسؤول والحياة كان عنده دور رياضي محترم أمكن تصويب هذا الأمر وأمكن لجنة القيم في اللجنة الأولمبية أنها تجتمع وتطلع بيان وتستبعد اللعبة وتصوب هذا الخطأ ما تشعني اللجنة الأولمبية فوجت يا سيد صفرهم يعني لا طبعا طيما ليه ننتظر الحدث أن يبقى في ضجيج دا بالعكس كانوا بيدفعوا الأول يعني الحدث ليه يبقى فيه ضجيج ما هي البنت عندها حق ما عندهاش حق عندها حق دفع عنها قولوا لنا كان في إيه في دماغه بالضبط والاتحاد كان الاتحاد هو اللي أوقفها اللحظة واحدة قول لنا يا اتحاد يا لجنة أولمبية أي اللي بزينه كنتوا بتدفعوا عن إن إيه ده حدث وده حدث وليه ما تسافرش لأن الحقيقة يعني أنا لا أفصل وده اللي أعتقد كان يقصده أستاذ الرئيس كلكم راعن وكله راعن مسؤولين عن رعيات أستاذ أبرحيم ما تبقاش مسؤول وتعمل تصرف غلص وعندين تقول أنا صححت بعد إيه بعد ما تضغط الإعلامي والرأي العام دي تيجي من نفسك يا البنت بقى كده بتنقل إحساس إنها قد تكون مظلومة ضحية رأي عام وده لحد النهاردة بس إن تكونك وقفتها سنة أنت شايف إنها تستحق شكده ولا يا صاح طبعا أنت أقررت خطأها أنت حققت وأقررت خطأ وأوقفتها سنة وقلت إنها مخطئة فخلال سنة الإقاف ما ينفعش تبس المصر أولمبيا ما ينفعش حد يهمهم برا ولا الجابين بنت زق زميلة عشان تكسب حتى لفهمش أبقى تانية طيب بعثة مصر الأولمبية في باريس بتشارك بـ 22 لعبة 148 لعب ولعبة ومعهم كمان 116 لعب ولعبة احتياط يعني قوام 164 لعب ولعبة ما بين أساسي واحتياطي في البعثة الأولمبية اللي هيرفع على مصر أحمد الجندي وأيضا سارة سمير في طبور العرض الأولمبي كل التوفيق للبعثة المصرية إن شاء الله تعالى ومنتخب الأولمبي لكرة القدم سبق البعثة بالسفر في معسكر يقيمه في باريس لعب مباراة ودية تعادل فيها مع أوكرانيا واحد واحد هيلعب مباراة تانية مع العراق قبل ما يستهل مشواره الأولمبي بلقاء الدومينيكان يوم 24 إن شاء الله كل التوفيق للبعثة الأولمبية والأبطالنا أعيز أعلق على رفع العلم المرة دي أنا مرتاح أشعر أن معيارا موضوعيا قد تم وضعه دول أبطال مداليات أصحاب مداليات إنما نقعد نكرم الناس لمجرد أن إحنا عندنا انطبعات لا أحيانا بيبقى فيه حد يستحق رفع العلم بس عنده بعد طبور العلم مباراة فبتريح هو كان الأمل إن لو محمد صلاح شارك فتأديرا له لمعيار الدول الكبير لا معيار حيشد الانتباه طبعا وهو راجل عامل حاجة وسفير مشرف وكل حاجة يستحق محدش هستغرب واخد أكتر من الميداليات إنما إحنا نفاجئ نفسنا بحد بشي للعالم لا إحنا عايزين نحط معايير عشان محدش يقولش معنة أصداد شارف أستاذ براهيم صحيح وحقوق ناس بتضيع في النص صحيح المرة دي الاختيار كان له معيار محترم وتم تطبيقه لقاء مهم لسيد الرئيس مع البعثة المصرية الرياضية سواء بعد عودتها من العاب الأفريقية أو هو بيحفزهم ويجهزهم إن شاء الله تعالى للسفر للدورة الأولمبية كل التوفيق لأبطال مصر في الأولمبياد إن شاء الله هنطلع على الفاصل وبعد الفاصل أخبار أهلوية مهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر